سلام عليكم شباب وان شاء الله اكونوا خير ومعاكم مايد فاتحي والنهاردة فيديو جديد عن خزنة الشير. انا ازالت الفيديو جابد كده عن اخفاء الصور وفيديوهات داخل خزنة الشير ولكن اكتشفت ان في ناس آآ نسيت بصورة خزنة الشير. فبالتالي مش عارفين يوصلوا للصور وفيديوهات اللي داخل الخزنة. طبعا لو دورت على اليوتيوب او دورت على جوجل فمش هتلاقي بيديوهات متعلقة بخزنة الشير تحديدا. لو انت جربت حاجة من الطرق دي. ففي الغالب انت خسرت الداتا اللي جوه الخزنة حتى لو انت عملت تعيين للفيديو ده بنصحك ان انت ما تقدمش الفيديو. ما تقدمش الفيديو. ما تقدمش الفيديو. ليه? علشان تمسك المشكلة من الاول. لان انت دلوقت لو اي غلطة او عملت اي غلطة آآ في الملفات اللي هنشتغل عليها دلوقت انت كده هتخسر الداتا اللي جوه الخزنة. طبعا. في حاجة كمان عزة اقول لك عليه هي ان احنا لازم نشخص المشكلة. هل انت عايز تعين آآ الباسورد من جديد? يعني انت ناس الباسورد وعايز تعمل الباسورد من جديد? ولا عايز الداتا اللي جوه الخزنة? عمتن هم اللي اتنين واحد. ان انت تعين الباسورد والداتا دول اللي اتنين مع بعض مربوطين. لو انت عانت الباسورد هتخسر الداتا الموجودة. فازاي بتقدر تحل مشكلتك الباسورد دي وبحيث ان انت ما تخسرش الداتا اللي جوه الخزنة. في حاجة كمان يا شباب لازم نعملها هو انت اه لو جربت اي طريق يجبني كده وعملت مسلا ضبط مصنع اه للتلفون كله فالفيديو ده مش افيدك او لو انت حزبت فولدر الموجود عندك فبرضو الفيديو ده مش افيدك لانت كده خسرت الداة الاساسية اللي هي بتاعة التطبيق فعملت مسلا مسح مسح مسحة التغذير للتطبيق مسح الملفات المؤفطة والهاجات دي فاحتمال كبير ان انت ممكن متسجحش ولكن برضو عايزك تحاول معي واتبع معي الطريقة وحاول بكتر الامكان انت متقدمش الفيديو علشان متخسرش جزء ممكن يفيدك جدا جدا وممكن بسبب الجزئية دي ممكن اه تعين البصورد ولكن هتخسر الداة اللي جو اخذت فاريت يا جماعة بالله عليكم تركزوا معي بالفيديو ده كويس عشان كل الخطوات مترتبة على بعضيها واي خطوة بتتعمل غلطة او بتنسى خطوة فالكلام ده كل كده بيخليك تخسر الداة اللي جوه الشيء واخير لان شباب ما تنساش لو انت تجد معنا في القناة ريت تشترك القناة واتبع الجزء عشان توصل بشارة جيدة اه ان شاء الله وما تنساش كمان تبص في الرابط الموجود في الوصف تحت الفيديو عشان تقدر تتواصل معي لو في مشكلة مجدامك او تنضم اه لجروب الفيسبوك اه الخاص بالقناة وعشان ما اقولش عليكم يلا نبدأ بسم الله ايها شباب وهي تشخيص المشكلة هل مازال فولدر الشيريت موجود اه في مدير الملفات ولا انت تحزف والصور اللي جوه الخزنة او الفيديوهات اللي جوه الخزنة هل مازالت موجودة ولا برضو اتحزفت لو انت حاولت اه ان انت تعمل قعدة تعيين للباسوردر خاص بالشير بالطرق المنشورة على اليوتيوب لتطبيقات تانية فده غلط انت بتطبق حاجة لتطبيق معين جاي تطبق على الشير في ده غلط طيب هنسبت تطبيق مدير الملفات من متجر جوجل بي واسيب لك كل اللينكات اللي انت هتحتاجها دي هاسيبها لك في الواسطة ده الفيديو بنروح على التخزين الرئيسي وهنا بنعمل خطوة بنروح على الطلت نجت من فوق وبنروح على عرض وبنحدد تنطبق على جميع المجلادات وبعد كده من تحت اظهار الملفات المخفية وبعد كده هتلاقي اظهر لك الفولدر كده وعليه ايكونة اتاكد ان او الفولدر ده ما فيش نقطة هنجاب ليه عشان لو في فولدر تاني طيب بتدخل على فولدر كده هتلاقي في خمس ملفات آآ مخفيين ظهرين هتدخل على دوت سيف بوكس دوت سيف بوكس اهم حاجة نتأكد ان انت في المصارده صح دوت سيف بوكس لان في آآ فولدر تاني احيانا كده بيكون شرطة قبل آآ سيف بوكس طيب هندخل على الفولدر ده متحذفش اي حاجة هنا ولا تعمل اي حاجة بعد كده بتدخل على اول فولدر هتلاقي هنتك هنا آآ فايل باسم سيف بوكس دوت دي بي ملف ده احنا هنحتاجه طيب بتروح على الفايل من فوق كده دي الصور وفيديهات الموجودة عندك طيب آآ كام صورة او مساء ان كان فيديو اقول لك دلوقت عشان آآ تتأكد بنحدد الفايلات ده كلها وبنرجى تحديد فايل اللي هو النوميتا ده اللي احنا مش عايزينه هتلاقي فوق هنا ان انا محدد اتناشر آآ فايل الاتناشر فايل دولا ناتج جسمتهم على الاتنين هيديك عدد الصور وفيديوهات يعني اتناشر على الاتنين آآ بست ملفات سواء ان كانوا صور كلهم او فيديوهات كلهم او صور وفيديوهات ايا كان العدد المهم ان احنا عرفنا دلوقت ان جوال خزنة آآ في ست ملفات طبعا انت ممكن ان عندك يكون كتير ممكن يكون جليل ولكن انا مش اخصلك المشكلة عشان تتأكد ان في لسه ملفات جوال خزنة طبعا الفايلات دي احنا مش هنحزرها نسيبها زي ما هي كده ونرجع نروح ناخد فايل سيب بوكس توت دي بي وهنروح على نسخ وهنرجع هنا وندخل على التخزين الرئيسي وهنا هنروح على التلات نجات وهنروح على الجديد وبعد كده هنروح على مجلد وهنكتب هنا فولدر الشير هندخل عليه وبعد كده هنعمل عشان ناخد نسخة من الفايلة وبعد كده هنطلع ما تحزيفش ولا تعمل اكتر ولا اجلة من كده هتنسخ الملف فولدر آآ جديد لو عندك مسلا فايل جوجل ممكن تستخدمه طيب ثاني تطبيق معنا وهو السيكيول لايت اللي هو الخاص بالداتا بيس عشان نقدر نحنا نعدل على الملف دي طيب بنفتح السيكيول لايت يفتح معنا بالمنظر ده طيب بندور على الفولدر اللي احنا عملناه جديد وحطينا الملف في جواه لاجي هنا فولدر الشير ده ندخل عليه وبعد كده هدغط على الفايل ده وبعد كده هدغطه تاني على آآ بتثبت ايديك هنا كده وبعد كده بتروح على الفايل بيفتح معك بالشكل ده طيب هتعمل ايه بعد كده نروح دلوقت عشان نبدل الرموز دي بكل رمز بتبدله بالحاجة اللي هو ليه يعني مسلا زي آآ البي دابلو دي ده هتبدله بالجوز الخاص بيه طبعا بننسخ الكود ده كده وتتأكد ان ما فيش مسافات فاضية كده او فراغات والحروف بنفس الطريقة كده والكابتل كابتل والرموز زي ما هي طبعا اخد ده نسخ وبعد كده برجع للفايل تاني بروح ابدل لكده بعد ما احدده واروح اكله لصق وبعد كده هنروح للخانة التانية هددها وبعد كده نسخ نرجع ناخد الكود كله كده ما نسيبس حاجة منه وبعد كده نروح نعمل لصق بنروح لتالت خانة برضو نحددها كلها كده لو في مسافة حاول ان انت ما تسيبش مسافة نهائي نسخ نرجع لازم نعمل تحديد لكل كده ونعمل لصق خانة اللي بعدها نسيبش حاجة لازم تاخد الكل لنسخ كده وما تسيبش مسافات نسخ واروح هنا تحديد الكل لصق بعد ما خلصنا كده ما نلعبش في اي حاجة تاني وبعد كده بنروح نعمل من تحت ده فايل اتحزف معنا بعد كده نروح نكفي كده نرجع للمدر الملفات طبعا احنا مازلنا موجودين هنا في لو في فايل تاني طلع كده ولا حاجة سيبك منه برضو كده بتراحها تلت نقاط وبتعمل جديد وبتعمل فايل جديد وبتكتبه مسلا احتياطي احتياطي كده بنرجع تاني على التخزين الرئيسي ندخل على الشير الفايل وبعد كده هناخد السيف بوكس ده هناخده نسخ بعد كده نرجع للتخزين الرئيسي احتياطي الروح عاملين لصق عشان نخلي الفايل ده احتياطي في حادث لو حصلت مشكلة الفايل بجا اللي احنا عدناه اللي هو ده بناخده نسخ نرجع للتخزين الرئيسي ندخل على فولدر الشير دوت سيف بوكس هو الفولدر وهنا بنعمل لصق لوحظ الاختار اللي اظهر معك كده اللي بيقول لك هو موجود بالفعل حل تريد استبداله هنجله تنطبق على جميع الملفات وهنجله استبدال هنا كده غيرنا الملف ده باك يا شباب هنروح عشان نفتح الشير طبعا لو انت مش معابل الخطوات دي واحدة واحدة كده وخطوة خطوة هتلاقي البصورد زي ما ظاهر عندك على الشاشة هتلاقي النمط شكل النمط اللي هكون موجود عندك هتلاقي البصورد هتلاقي سؤال الامام دول هتلاقيهم زي ما انا عملهم كده بالظبط طيب هنفتح الشير بعد كده هنروح على الملفات بعد كده الخزنة الخزنة فتحت معك بالشكل ده وهنا بيقول لك ارسم نقش الغياء الخاص بك وهو جاب لك من تحت نسية كلمة المرور وتبديل الرقم التعريف الشخصي فانت كده هنا تمام في حالة باجة لو جاب لك هنا جاب لك ارسم آآ او تعيين نقش الغياء الخاص بك يعني جاب لك تعيين ان انت تعمل النمط جديد وقت لا ما تعملش كده وارجع وتراجع الخطوات دي وما تكملش ما جيت الفيديو لان هنا كده انت فيه بيانات انت غلطان فيها لازم يفتح معك بالشكل ده زيادة التأكيد برضو شباب هقول لك النمط اللي انا ظاهرت لك هتكتبه دلوقت كده بالشكل اللي انت شايفه دلوقت كده هتلاقي الخزنة فتحت معك طبعا لو انت فكر قلت لك ان احنا في ست فايلة طبعا هنا في آآ في الصور في خمس صور وفيديوهات في خمس فيديوهات طبعا لما بنفتح الصور كده بنلاقي الصور دي آآ موجودة بالشكل طبعا انا حططها كده علشان التجربة طيب ادي الصور اللي موجودة عندنا في خزنة وادي ما قلت لك هنا في فيديو واحد دول خزنة كده عندنا ست فايلة طبعا دلوقت انت عملت النمط وعايز تغير النمط بتروح على الطلت نجات وبتعمل اعادة تعين كلمة المرور وبتكتب النمط وبعد كده بتروح ان انت تعمل آآ نمط جديد زي ما انت عايز بقى نمط هيشتغل معك عايز مسلا آآ عادة تعيين سؤال الامان آآ سؤال الامان وبعد كده بتروح على التالي وبعد كده بتكتب اسئلة الامان ودي حاجة مهمة جدا عشان لو نصيت نمط وبعد كده بتعمل عادة تعين كلمة مرور رقم التعريف الشخصي طبعا بتكتب الباسورد ده وبعد كده بتكتب اي باسورد جديد تالي وانا بقول لك تم التعين بنجاح وتقدر ان انت تفتح الخزن. تماما لو عايز زاد التأكيد وعايز تطلق الصور دي من الخزنة فبتحددها كده وبتروح تعمل لها استعادة. الفيديو كزاك الام بتحدده وبتروح تعمله استعادة وكده قدرت ان انت تحل مشكلة نسيان باسورد خزنة الشير. عد هنا يا شباب اكون وصلت نهاية الحلجة ان شاء الله وارده بسفادر ان تجد معنا في قناة ما انسي اشترك في قناة وادفع الجلس اشيان توصل بشارات جدا ان شاء الله. وما تنساش كمان ان انت تقيم الحلجة هل فعلا استفدت من المشكلة دي والمشكلة اتحلت عندك ياريك تفيدني في الكومنتات تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.